جرب تناول زنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم لكن تأكد من اتباع الطريقة الصحيحة ماذا يحدث عند تناول زنجبيل مع الشاي الأخضر وكيف يمكن تناوله بالطريقة الصحيحة وما هي الأمراض التي يعالجها هذا المزيج وما هو أفضل وقت لتناوله وهل يمكن استخدام هذا المزيج لعلاج أمراض القلب وهل هو فعال في تحسين الجهاز التنفسي وماذا عن فوائد زنجبيل والشاي الأخضر للحد من ارتهابات الجسم ستتعرف على إجابة جميع هذه الأسئلة ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك في القناة صحتك أفضل وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد تناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم يمنح العديد من الفوائد ومن بينها 1- تحسين صحة الجهاز الهضمي يمكن تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم فالزنجبيل يحتوي على مضابات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تعمل على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات كما أنه يعزز امتصاص العناصر الغذائية في الجسم وبالنسبة للشاي الأخضر فهو يحتوي على مضابات الأكسدة والكاتيشينة التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الالتهدات في الأمعاء ويمكن أن يساعد على تقليل الغازات والتورم في البطن لذلك تناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم يمكن أن يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحسن الراحة الهضمية قبل النوم اثنان التخفيف من الألم يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يساعد في تخفيف الألم في الجسم فالزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهادات مثل الجنجيبرول والشوائب الأخرى ويمكن أن يساعد في تخفيف الألم الذي ينتج عن الالتهدات المختلفة في الجسم مثل آلام العضلات والمفاصل والصداع وآلام الدورة الشهرية كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تخفيف الالتهدات والألم ويمكن أن يساعد على تهدئة الأعصاب والتخفيف من الإجهاد الناتج عن الألم لذلك يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يساعد في تخفيف الألم والتهدئة والاسترخاء ثلاثة الحد من الإجهاد يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يساعد في الحد من الإجهاد وتقليل التعاد فالشاي الأخضر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيشينة والثلاث نويدة التي تساعد في تقليل التأثير السلبي للإجهاد على الجسم كما أنه يحتوي على الكفين الذي يمكن أن يزيد من اليقفة والانتداء بالإضافة إلى ذلك يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للأكسدة ومضادات الارتهدات التي تعمل على تحسين صحة الجسم والحد من التعب والإجهاد وبالتالي يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يساعد في الحد من الإجهاد وتقليل التعب ويمكن أن يحسن من جودة النوم والاسترخاء أربع تحسين صحة القلب يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يساعد في تحسين صحة القلب فالشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة والفلاف نويدة التي تعمل على تحسين صحة القلب ويمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضر في الدم وتحسين وفيفة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية للدموية ويحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للأكسدة والمركبات الطبيعية التي تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب كما أنه يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم وتحسين تدفق الدم في الجسم وبالتالي يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يحسن من صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 5- تخفيف الصدع يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يساعد في تخفيف الصدع والشقيقة فالزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات مثل الجنجيبرول والشوائب الأخرى ويمكن أن يساعد في تخفيف الصدع الذي ينتج عن اتهابات الجهاز التنفسي العلوي والشقيقة كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة والكافين ويمكن أن يساعد في تخفيف الصدع وتهدئة الأعصاب بالإضافة إلى ذلك يعتبر الاسترخاء والنوم الجيدان عوامل مهمة للحد من التوتر والصدع ويمكن أن يساعد تناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم في تحسين جودة النوم والاسترخاء وبالتالي تقليل الصدع والشقيقة 6- تحسين صحة الجهاز التنفسي يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي فالزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والتي تعمل على تخفيف الالتهابات في الجهاز التنفسي وتحسين صحته ويمكن أن يساعد في تخفيف السعال والسكام والتهاب الحلق كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجهاز التنفسي وتحسن من وظيفة الرئتين وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنفسية مثل الرضو والتهاب الشعب الهوائية وبالتالي يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يحسن من صحة الجهاز التنفسي ويساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي سبع تحسين الجهاز المناعي يمكن لتناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم أن يساعد في تحسين صحة الجهاز المناعي فالشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة والفلاثونويدة التي تساعد في تحسين صحة الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض وتعزيز نظام المناعة كما أن الزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية ولأن الجهاز المناعي يعمل بشكل أفضل أثناء النوم فإن تناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم يمكن أن يحسن جودة النوم وتعزيز صحة الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض ثماني تحسين صحة البشرة يمكن لمضادات الأكسادة الموجودة في الشاي الأخضر والزنجبيل لأن تحسن صحة البشرة وتقليل التجعيد تسع تعزيز صحة الدماغ يحتوي الشاي الأخضر على الكفين والأحماض الأمينية التي قد تعزز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة عشر خفض مستويات السكر في الدم يعتبر الزنجبيل مفيدا لخفض مستويات السكر في الدم والتحكم بمرض السكري في النهاية يمكن القول إن تناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم يمثل خيارا صحيا ومفيدا للعديد من الأسباب التي تم ذكرها عزيز المشاهد إذا كنت تفكر في تجربة تناول الزنجبيل مع الشاي الأخضر قبل النوم فنحن نشجعك على ذلك بعد تجربتك لهذا المشروب يمكنك مشاركة رأيك حول تجربتك وما إذا كان قد ساعدك في تحسين صحتك وراحتك العامة وإذا كنت لم تجرب هذا المشروب بعد فنحن ندعوك لتجربته ومشاركة تجربتك معنا وفي الختام نتمنى منكم مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من محتوانا شكرا لكم على المشاهدة ونتمنى لكم الصحة والعافية شكرا لكم